السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على بعض أخطاء التوصيل التي تتسبب لنا في فصل الحماية التفاضلية كلنا نعلم مبدأ عمل الحماية التفاضلية شاهدناه في هذه الحلقة ونعلم أيضا أن الحماية التفاضلية تتدخل لحمايتنا ضد التسريب الكهرباء وأيضا ضد السعق المميل للأشخاص إذا كانت الحماية التفاضلية بحساسية أقل من 30 ميلي أمبير لكن أحيانا يحدث لنا فصل غير مبرر أو فصل خاطئ للتيار في الحماية التفاضلية وأحد أسباب ذلك هو أخطاء توصيل الحماية التفاضلية لو لاحظتم جيدا منذ بداية هذه الحلقة وأنا أقول الحماية التفاضلية يعني أن هذه الحلقة ترتبط بالقاطع التفاضلي والفاصل التفاضلي وأيضا الفاصل الرئيسي يعني كل الحماية التفاضلية هي مقصودة ومعنية بالشرح الذي سأقوم بشرحه في هذه الحلقة حتى لا أطيل عليكم المقدمة كل الحلقات المرتبطات بالشرح ستجدونها في الوصف أو نهاية هذا الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم أولا قبل البدء من لم يفهم أو لم يشاهد مبدأ عمل الحماية التفاضلية فليوقف هذه الحلقة وليعود لمشاهدة هذه الحلقة التي أشرح فيها مبدأ عمل الحماية التفاضلية أولا وبعدها ليعود لمشاهدة هذه الحلقة لأن مبدأ عمل الحماية التفاضلية هو مهم جدا لفهم ما سأقوله في هذه الحلقة هناك أخطاء توصيل قد تحدث عفويا أو بدون قصد وأحيانا من أشخاص غير مؤهلين بشكل جيد للعمل في الكهرباء تتسبب لنا في فصل الحماية التفاضلية ونسميها بالفصل الخاطئ للحماية التفاضلية أي أنه لا يكون لدينا يعني عدم تواجد أي تسريب كهربائي أو أي إنسان يتعرر للصعب رغم ذلك يحدث لنا فصل للكهرباء من طرف الحماية التفاضلية والسبب في ذلك هو التوصيل الخاطئ للأسلاك للحماية التفاضلية لذلك سنشاهد خمسة أخطاء توصيل الحماية التفاضلية حتى تكون لديكم فكرة عن هذه الأعطاب أو هذه الأخطاء على بركة الله لاحظوا معي المثال الأول إذا قمنا بتوصيل النيوترال مع الأرضي أسفل أو في مخرج الحماية التفاضلية يتسبب لنا ذلك في فصل الطيار من طرف الحماية التفاضلية والسبب في ذلك أن الطيار الكهربائي دائما ما يفضل في مروره أقرب نقطة إلى الأرض وهذا سيجعله يتوجه عبر النيوترال إلى الأرضي أثناء تشغيل الحمل من هذه النقطة وهو ما يتسبب في اختلال أو اختلاف لقيمة شدة الطيار الخارج من الحماية التفاضلية وقيمة شدة الطيار العائدة إلى الحماية التفاضلية وهو ما يتسبب لنا في تفعيل الفصل الكهربائي في الحماية التفاضلية أريد تنبيهكم إلى نقطة معينة إذا قمنا بتوصيل خاطئ بهذه الطريقة ولا يوجد هناك أي جهاز تحت التشغيل هنا لن تفصل الحماية التفاضلية لكن بمجرد تشغيل الجهاز ستفصل الحماية التفاضلية الكهربائي في هذا المثال الأول يعني ممنوع إطلاقا أن يكون هناك تماس بين الأرض والنيوترال أسفل الحماية التفاضلية ذكرت ذلك مرارا وتكرارا في العديد من الحلقات ننتقل إلى المثال الثاني كما تلاحظون هنا نقوم فقط بتوصيل الفاز في مخرج الحماية التفاضلية أما النيوترال فهو موصول مباشرة من البريزا إلى مدخل تغذية النيوترال يعني هذا العطب معروف وطبعا ستفصل الحماية التفاضلية هنا لأن التيار الخارج من الحماية التفاضلية سيدهب إلى الحمل ولن يعود إلى الحماية التفاضلية لذلك لا بد من احترام توصيل مخارج الحماية التفاضلية الفاز والنيوترال مع مداخل الأحمال على التوالي دون وضع أي طريق أخرى لمرور التيار رجوعا دون أن يعود إلى الحماية التفاضلية ننتقل إلى الخطأ الثالث أو المثال الثالث لدينا هنا حمايتين تفاضليتين كل شيء أعلم ويرام لكن إذا قمنا بوضع توصيل مشترك بين النيوترال في مخارج الحماية التفاضلية فهذا خطأ أيضا لأنه في حالة تشغيل أحد الأحمال قد يتسرب الطيار العائد إلى الحماية التفاضلية الأخرى الغير معنية بالتشغيل يعني بدلا من يعود الطيار إلى الحماية التفاضلية التي لا علاقة بتشغيل الحمل قد يتسرب الطيار العائد عبر النيوترال إلى الحماية الأخرى التي لا علاقة لها بتشغيل الحمل هذا أيضا يتسبب في الفصل الخاطئ للحماية التفاضلية في هذا المثال قد تفصل حماية تفاضلية واحدة أو كلاهما في نفس الوقت وأيضا إذا لم يكن هناك حمل لن تفصل كلتا الحمايتين يعني الفصل هنا مرتبط دائما أثناء تشغيل الجهاز هنا لابد لكم أن تعلموا أنه إذا كان النيوترال مثلا غير متبت بشكل جيد هنا وهنا متبت بشكل جيد فأكيد أنه سيتجه نحو الطريق الموصولة بشكل جيد وفي هذه الحالة طبعا سيتجه في العودة أو الرزوع إلى مكان آخر غير الحماية التفاضلية التي تقوم بتشغيل الحمل وتراقب التسرب والساق هذا سيؤدي طبعا إلى فصل الحماية التفاضلية كما قلت المثال الرابع أو الخطأ الرابع كما تشاهدون أمامكم وهو أيضا عدم احترام توصيل مخارج الحماية التفاضلية كما تشاهدون هنا كل حماية تفاضلية في مخرجية موصول بالفاز مع البريزا أو الحمل لكن هناك خطأ في توصيل نيوترال أي نيوترال الحماية التفاضلية الأولى مع الحمل الثاني ونيوترال حماية التفاضلية الثانية مع الحمل الأول أيضا هنا قبل تشغيل أي جهاز أو أي حمل سيكون كل شيء أعلم ويروم لكن بمجرد تشغيل الجهاز الكهربائي واحد فقط ستفصل الحماية التفاضلية المعنية بالتشغيل أو ستفصل كلاهما كلتا الحمايتين التفاضليتين في نفس الوقت حسب الحالة ننتقل إلى المثال الأخير أو آخر خطأ توصيل خاص بالحماية التفاضلية انتبه جيدا هنا هنا لدينا الخطأ الأول الذي شرحناه هنا في هذه الحلقة لكن الآن يوجد لدينا حمل غير متصل إطلاقا بالحماية التفاضلية رغم أننا هنا لن نقوم بتوصيل أي جهاز هنا في مخارج الحماية التفاضلية وقمنا بتشغيل جهاز بعيد عن الحماية التفاضلية سيؤدي ذلك إلى فصل الحماية التفاضلية بدون حمل والسبب في ذلك هو عودة الطير رجوعا عبر النيوترال ليدخل إلى الحماية التفاضلية ومنها سيخرج إلى الأرض كما قلت هنا لن نقوم بتشغيل أي جهاز هنا لكن بمجرد تشغيل جهاز آخر لا علاقة له بالحماية التفاضلية في هذا التوصيل ستفصل الحماية التفاضلية هنا رغم أنها هنا لا يوجد أي حمل تحت تشغيل مرتبط بالحماية التفاضلية لأن الطير طبعا سيبتعد عن العودة عبر النيوترال وسيتجه إلى أقرب نقطة إلى الأرض أو عبر الأرضي هذا التركيب وذلك سيكون مرورا بالحماية التفاضلية لأن هذا التركيب هو أقرب من أرضي المحول أو الشبكة لذلك النيوترال دائما يفضل توجه عبر الأرضي التركيب المنزلي وهذا طبعا يتسبب في اختلال التوازن بين طيار الخروج وطيار العودة من الحماية التفاضلية وهو ما يتسبب في فصل الطيار الكاربائي من طرف الحماية التفاضلية لكن في هذه الحالة دون أن نقوم بتشغيل أي جهاز موصول مع الحماية التفاضلية كما شاهدنا في الخطأ الأول قمنا بتوصيل ليس بتوصيل قمنا بتشغيل جهاز بعد ذلك حدث الفصل في هذه الحالة دون أن نقوم بتشغيل جهاز أو فقط تشغيل جهاز من مكان آخر سيؤدي إلى فصل هذه الحماية التفاضلية لأن كما تلاحظون الأرض متصل بالنيوترال والنيوترال وسيعود التيار من نيوترال جهاز آخر بعيد إلى أرض المتصل بالنيوترال مخارج الحماية التفاضلية وهنا سيؤدي إلى فصل الخاطئ طبعا كانت هذه هي خمسة أخطاء لتوصيل الحماية التفاضلية والتي تسبب لنا في فصل غير مفهوم أو في غير محله أو غير عقلاني للحماية التفاضلية ضعوا في حسبانكم هذه الأخطاء أو هذه الأعطاب إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة دبتم بخير وإلى اللقاء